بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل فمنه العون وحده لا شريك له ركاب وطائرة ركاب وطائرة مكان الركاب في الطائرة وين مكانهم؟ مكان الركاب في الطائرة ومكان الباص في الطلاب معذرة أن أنا عملت بالخطاب مكان الركاب في الطائرة يبقى العلاقة من اليمين لليسار الركاب وين مكانهم؟ في الطائرة والطلاب وين مكانهم؟ في الباص يبقى العلاقة هنا مكانية ورق ودفتر علاقة جزء من كل يعني الورقة جزء من الدفتر والعائلة ومنزل عائلة مكانهم في المنزل كتب مكانها في الرف وطلاب مكانهم في الباص إذن عندنا ثلاث إجابات العلاقة مكانية العائلة مكانها في المنزل والكتب مكانها على الرف والطلاب مكانهم في الباص يبقى هنا لازم نحط التسليكة ليش؟ علاقة مكانية وين يكونوا أشخاص يبركاب مكانهم في الطائرة وطلاب ومكانهم في الباص رمضان وشهر رمضان وشهر رمضان من الشهور نوع من الشهور والأربعاء نوع من الأيام شهر رمضان شهر من الشهور والأربعاء يوم من الأيام طيب شهر ومارس مارس نوع من الشهور هذه معكوسة كده شوفوا معكوسة مش معانها لأنها معكوسة وكواعب وقمر كواكب وقمر القمر نوع من الكواكب ليل ويوم الليل جزء من اليوم يبقى العلاقة هنا إيش؟ من رمضان نوع من الأشهر أو الشهر والأربعاء نوع من عائلة منزل أيضا مكانية نعم إحنا قلنا عائلة منزل مكانية كتب رف مكانية طلاب باس مكانية ركاب طائرة مكانية مو شرط يكونوا في الباس هذه وسيلة نقل يا بتول الطلاب مكانهم في النقل في الباس والركاب مكانهم في النقل في الطائرة لكن العائلة ما بتنتقل في المنزل فهمت علي؟ العائلة مكانها سابت في المنزل رمضان وشوال فئات وش فئاتها؟ شهر من الشهور من الشهور ظهر ومغرب أيضا فئات وش فئاتها؟ أوقات أوقات صلاة ابتسامة ورضا الابتسامة تدل على الرضا أسابيع وأيام الأيام جزء من الأسابيع أو الأسابيع تتكون من أيام استماع وحديث جماع وحديث الحديث ويحتاج إلى استماع أنا قاعد أشرح يكون محتاج أحد يكلمني يبقى رمضان شهر من الشهور والظهر قصده من رمضان وشوال فئات من نفس الشهور والظهر والمغرب فئات نفس الأوقات رمضان وشوال هي فئات وتتابع يعني رمضان يتبعه شوال شهر رمضان يجي بعد شهر شوال اللي احنا فيه الآن وأول يجي بعد ثاني أول ثانوي يجي بعد ثاني ثانوي أول ثاني علاقة التتابع سكين ولحم السكين وظيفة السكين قطع اللحم مسجد وذهب ما في علاقة يعني المسجد ما لدي علاقة بالذهب مع معه وحرب المعمع هي شدة اشتداد الحرب عن حرب هي قوية إذن علاقة هنا تتابع رمضان يتبعه شوال وأول يتبعه ثاني رمضان وصوم اقتران الصوم يقترن برمضان صوم يقترن برمضان والسجود يقترن بالصلاة يب رمضان وصوم الصوم يقترن في رمضان طبعا الصيام الفريضة يكصدون والسجود يقترن بالصلاة الاقتران يعني الكلمة بس نقول هيجعل زيننا كده يب صوم يقترن 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 برمضان والسجود والسجود يقترن بالصلاة رواية وفيلم علاقة احتياج معكوسة صوم رمضان الصوم يقترن برمضان والسجود يقترن بالصلاة رواية وفيلم علاقة احتياج رواية وفيلم علاقة احتياج معكوسة احتياج يعني احتياج الشيء معكوسة يعني نبدأ من الاسار الفيلم يحتاج الى رواية علشان يعملوا فيلم ويحتاج سالفة كذا والجسم والجسم يحتاج الى غذاء الفيلم يحتاج الى رواية والجسم يحتاج الى غذاء يعملوا فيلم يعملوا فيلم يحتاج الى رواية والجسم والجسم يحتاج الى غذاء هل المدينة تحتاج الى مستشفى لا المستشفى مكانها في المدينة سيارة سيارة ووقود سيارة وقود السيارة تحتاج السيارة تحتاج الى وقود طيب ليش مفدناها لان العلاقة من اليمين الى يصار شوف السيارة تحتاج الى وقود ولكن هنا من اليمين للإيصار هنا الفيلم يحتاج الى رواية من الشمال والجسم يحتاج الى غذاء من اليصار لليمين ركون وثبوت ترادف شيء ثابت يعني معناها شيء راكن ولا تركن للذين ظلموا فتمسكم النار روح وجسد علاقة احتياج يعني انا احتاج هذا الشيء ما اقدر عيش من غير الجسد الجسد يحتاج للروح او الروح تحتاج الى الجسد والطالب يحتاج الى مدرسة علاقة احتياج حيوانات وحظيرة علاقة مكانية مكان الحيوانات في الحظيرة كأس وعصير مكان العصير في الجأس ماء وسمك مكان السمك في الماء كلها علاقة مكانية لكن الروح هو جسد احتياج وطالب ومدرسة احتياج طيب ليش ما قلنا انه الروح مكانها في الجسد والحاو ليش ما قلنا الروح مكانها في الجسد لو قلنا الروح مكانها في الجسد ممتاز صح لكن الحيوانات مكانها في الحظيرة والعصير مكانها في الكأس والسمك مكانها في الماء والطالب مكانها في المدرسة يعني صارت الاجابات كلها صحيحة اذا العلاقة صحيحة لكن جاري البحث عن علاقة تفرق بين الاجابات تمام الجسد يحتاج الروح والطالب يحتاج الى المدرسة علاقة احتياج يعني الشيء ما يقدر من غير ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه اي لا شك فيه يب ريب وشك العلاقة هنا تراد واسراف وتبذير العلاقة ايضا ترادف اما يقين وظن تضاب كلمة وعكسها ومشكلة وحل هذا احتياج المشكلة تحتاج الى حل بح بح مقتول وجريح فيه واحد مجروح واحد مقتول يعني اعلى درجة من الضر يعني يب العلاقة ايش ترادف ذلك الكتاب لا ريب فيه اي لا شك فيه ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك فيه يب كلمة ريب معنا شك ترادف اسراف وتبذير ترادف ريبة وشك ريبة وشك ايضا ترادف صنفة ونوع بكلمة صنف ونوع ليش مو راعد وبرق ابشر الله يريهم البنق خوف وطمع البرق والرعد خوف وطمع البرق رب العم يقول يريهم البرق والرعد خوف وطمع يعني البرق والرعد غير بعض البرق بنشوف �ه كده يلمع الراعد بنسمعه ججي كده صوت يب البرق بنشوف صوت الرعد بنسمعه فالبرق والرعد فئات من الظواهر بتحصل في السماء يعني مختلفين عن بعض لما ربنا بقول يريد برقة والرعد صوفا وطمعا وعليكم السلام شكلها غدوش حضرة يا بنا شكل غدوش حضرتنا صح ولا غدوش غدوش ولا من ايوة غدو يا مرحبتين يا مرحبتين بالدكتور غدوش يلا الله يوفقك بشر اختبار حلو اليوم الدنيا زي العسل ولا ايش في الوضع والله الحمد لله تمام يلا الله يوفقك وشاك عمين يا رب والله صراحة جاتنا اغلب لسنا من الملف الحوت ومن حقتها استاد عمزو هاي بالحمد لله يعني شوفوا يا بنات الناس اللي بتقول الملف ما بييجي غدوش وانا شاكر ومقدر لغدوش اني ادخلت للبنات قالت تمنتهم انا سمعت صوت من صوتها بس كنت راح يصلي سمعت صوت فقط لكن حسيت ان هي مبسوطة يعني فالله يوفقك بحق انتمحها رصتي انك تطمن البنات وتنقلي لهم اللي جاء انا شايفك برضو كدبة جاء كده جاء كده جاء كده مشكورة يا غدوش الله يوفقك ويسعدك ويوفقك يا رب امين يا رب وياك وانا ايش اذكرت وراح ارسلهم باذن الله ركزي في التحصيل الحين ركزي في التحصيل الحين ان شاء الله فالك درجة كويسة في التحصيل بإذن الله والله مبسوط منك يا غدوش تذكرون يا جماعي مع الصبت عليها وزي كده الصبت عليها عشان لحظة زي كده تكون هي مبسوطة فيها الحين يا غدوش انت زعلان علينا الحين زعلان عليها وغصبت عليك أول الدورة لا والله عشان مصلحة تكون ولا تقولي شكرا شكرا أنا كده والله العظيم ما اعتبر البنات إلا بناتي فالدورة والله ما اعتبرهم إلا بناتي زي لينا كده والله وحريص عليهم حريص على مصلحتهم يمكن أكثر من نفسهم حق لك بقى انك تستعنسي وتنبسطي يا بنتي الناس الاجويد وركزي بقى في التحصيلي ان شاء الله فالك فوق الخمسة وتسعين ان شاء الله يغدوش في التحصيلي الله يوفي لك يا بنت يا رب مشكورة ما قصر شوف يا بنات نبني اعتمدتها يا جماعة لتبخل على زملاتها تكتب الأسئلة اللي جاتها يا جماعة بنات جاء الأسئلة كده 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 وجاء القطع كده وكده وكده وجاء كده وبرضو كذلك تدفل تطمن البنات انتو في امس الحاجة ان واحدة تقول كو لا تقلقوا اعتبر من ملف لان ينتشر كثيرا بعض الناس اللي عمل بلبلة تغيرت الأسئلة يا بنات والله زي كده تسمعون كده ولا لا ناس مش لهم حاجة ايو مرة كثير صح ايش اللي بصير معها دول لقاها مذكر لها خمس صفحات من التناظر خمس صفحات من خطأ السياقي خمس تروح تغتفل والله يا بنات اختبار صعب خلصت الملف لا بس كده طب ما اكيد انت ما خلصتش الملف اكيد جاي عليك ايش حاجات صعبة ما اذكرتاش يعني اه الى الان ما في تغيير الحمد لله لكن احذركم ان حيحصل تغيير اكيد بغير يمكن يغيرون بعد ثلاث شهور وربع شهور صفقة دوية للأدبي احذروا منها بعد ثلاث اربع شهور اسأل الله ان ايه ما تحقوها بالفضل الله اسمه بالفضلك يا دكتور وجهدك وجهود ام اناس الله يسعي قلبك يا غدي الله انك طلعت اصيلة وكريمة بعد وانسانة يعني خلوقها الله يوفق كويس عدك ان شاء الله قريبة وشك يا جماعة ترادف يعني تصير النماذج نفس العلمي يكون في مفرد مو نفس العلمي هم يعني هيزودوا نماذج النفس ما صفقوا العلمي كده صفقة قوية السنة دي تمام هذا شيء متوقع صراحة ان هم يعني يعطوهم كف انا غدي بفضل الله اسمه بفضلك يا دكتور وجهودك وجهود ام اناس وكل الطالبات اللي كانوا مشتركين معنا بالاسئلة في الخرائض وكل شيء انا درست الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله ايه الكلام الحلوذات جميلة يا ان شاء الله انا درست الحمد لله الحمد لله ان شاء الله 97 وصراحة يا الله الله يسعدك صراحة وتدور جهودها عظيمة عظيمة عظيم يعني صراحة العظيم انه من كثر فرحة وقتها رحت امي كلنا بكينا الحمد لله ومستحيل اني انطر هذه هذه يا دكتور وحرصا على كل واحد راح يسألني راحة ادله عليك والله يرزقه من حيث لا تحتسب ويحفظ وجهك من النار يا رب العالمين الله يسعد قلبك يا غدوش ويبارك فيك ويعطيك حتى يرضيك اللهم امين ريبه وشك راعده وبرك يا بنات قلنا هذول مختلفين عن بعض يعني البرق شيء هذا هذا ضوء كذا البرق ضوء الرعد وصوت البرق ضوء بنشوفه الرعد صوت بنسمعه مختلفين عن بعض سرعة وضحايا السرعة يحدث عنها او ينتج عنها ضحايا غدوش الكلام حلو هذا انسخيك كده حطيها تعليق على الدورة على اليوتيوب الله يسعدك يا رب نفسه ما انت كتبها كذا لا طلبنا منك شيء مثل ما كتبت كذا اعطيه نسخ وعطيه لسخ لعلك ترشد احدا لنا يعني يبقى ريبه وشك ترادف و صنف ونوع ترادف لكن ضخامة وهزال تضاد انسان ضخم يعني كبير ضخامة وهزال هزال يعني ضعف وضخامة شيء كبير بل يلقى هنا ترادف غيبة وشك ترادف صنف ونوع ترادف ريح وغبار وين تحطها اتتبع كده دورة تحصيل ادبي اكلمية الفاهيم هتلاقى على اليوتيوب ريبة وتضاد ريبة وتضاد ريح وغبار الريح يا بنات ينقل الغبار ولك في ريح في يوم عاصف في يوم ناصف يوم الريح ينقل الغبار الريح ينقل الغبار بينقل الغبار والبريد ينقل الرسالة بالريح بتنقل الغبار والبريد ينقل الرسالة مدونة ومدون المدونة هو الشخص المدونة مشاركة وندوة المشاركة تكون في الندوة مرسل ومستقبل يبه هنا ينقل الريح ينقل الغبار والبريد ينقل الرسالة الريح ينقل الغبار والبريد ينقل الرسالة ريشة وقلم فئات وش فئاتها بيحتاجها الرسام الرسام يحتاج القلم والريشة سراج ومصباح أيضا فئات من الحاجات التي تنير فراء سراج ومفتاح سراج ومفتاح رصاص وممحا الممحا تزيل الرصاص سيارة وفرص فئات حتى مش فئات يعني ما تجيش يعني هم الاثنين ينقلوا بس الصارس مش وظيفة انه هو ينقل عاجلة وتحريك وظيفة العاجلة التحريك العاجلة وظيفة بتحرك العاجلة نفسها طيب يبقى العلاقة هنا أي فئات ريشة وفئة وقلم فئات من الأشياء التي يستخدمها الفنان وسراج ومصباح فئات من الحاجات الوطوضي زجاج ومرأة زجاج ومرأة المرأة مصنوعة من الزجاج والجدار مصنوع من الطوب المرأة المرأة مصنوعة من الزجاج والجدار مصنوع من الطوب دين وتسامح الدين يحث على التسامح والدراسة وتعليم التعليم يحتاج إلى دراسة والدفء والشمس الشمس تعطينا الدفء والدفء مصدره الشمس يبقى المرأة مصنوعة من الزجاج والجدار مصنوع من الطوب اللي هو البلقة تمام زراعة وحصاد الزراعة ينتج عنها حصاد من زرع حصد الزراعة ينتج عنها حصاد والعلاج ينتج عنه شفاء ابن واب احتياج الابن يحتاج للأب مثلا جاهل وعالم تضاد سلسلة وقلادة تشابه القلادة والسلسلة لاتنين واش بهم بعض باللهجة المصرية عقد السلسلة والقلادة الاتنين بيسو عقد زراعة ينتج عنها حصاد من زرع حصد والعلاج ينتج عنه بعد إرادة الله عز وجل الشفاء الزكاة الزكاة يدرس في الفق والفاعل يدرس في النحو موضوع الزكاة موجود في وموضوع الزكاة موجود في النحو التجويد والإضغام شوفوا هذا معكوسة الشوفوا الإضغام موجود في التجويد بس هذا معكوسة جغرافيا ومعركة المعركة موجودة في الجغرافيا معكوسة يعني هذا يسار يمين يسار يمين والخرائط موجودة في التاريخ كلها يا بنات موجودة فيه بس باليسار شوفوا يعني هذه من يسار لليمين هذه من يسار لليمين هذه من يسار لليمين في أن العلاقة من يمين لليسار الزكاة تدرس في الفقه والزكاة تدرس في الفقه والفاعل يدرس في النحو زكاة ونماء ترادف زكاة ونماء ترادف الزكاة والنماء ترادف والصلاة والدعاء ترادف زكاة ونماء ترادف وصلاة ودعاء أيضا ترادف نهار وشمس الشمس وقتها في النهار ركوع وسجود وفي شرسيات من أركان الصلاة طارح وحزن عكس بعض التضاب إذن علاقة هنا ترادف زكاة ونماء ترادف وصلاة ودعاء ترادف زهرة ورحيق الرحيق اللي هو الرأيها الرحيق جزء من الزهرة والحيق والحيق جزء من الزهرة والحيق السيف هذا مثلا المنطقة الشعر الحاد هذا اسمه الحد يبقى الحاد جزء من السيف والرحيق جزء من الزهرة لكن بجعة وسهم ما فيش مقش عشان ما فيش قوس ووطر الوطر موجود في القوس عنز وماعز يعني ترادف الاثنين واحد لكن هنا العلاقة جزء من كل فالزهرة كل والرحيق جزء فنقولها جزء من كل معكوسة الرحيق جزء من الزهرة والحد جزء من السيف زهو وخيالاء إنسان جالس يفتقر وخيالاء الاثنين ترادف وصفحة وعفو ترادف زهو وخيالاء ترادف صفحة وعفو ترادف اقتباس ومقال المقال فيه اقتباس إنسان وظل الإنسان له ظل عدل وقضاء وظيفة العدل التحقيق وظيفة القضاء التحقيق العدل إذن العلاقة هنا ترادف الخيالاء يعني الإعجاب يعني الزهو ترادف والصف العفو والتسامح ترادف زواج وأولاد زواج وأولاد الزواج ينتج عنه أولاد الزواج يجع عنه أولاد الزواج ينتج عنه أولاد والزراعة ينتج عنها ثمار سلم الزوج هذه الطريقة الوحيدة التي رب العالمين يرزق بيها الأولاد والذرة الصالحة إن شاء الله والزراعة من زراعة حصد الزراعة الذي يجع عنها المقال بيع وأرباح البيع قد ينتج عنه أرباح لكن ممكن الوحيد يبيع بخسارة ممكن أن يبيع بمكسب وممكن أن يبيع بخسارة صفقة وخسارة الصفقة قد ينتج عنها خسار ممكن نعمل صفقة نكسب فيها ونخسر فيها بضاعة وتالفة البضاعة قد ينتج عنها أن تكون تالفة صلي بكوا معي هنا ألف وجي مودال ينتج عنه بس مو دائما يعني قد ينتج شوفوا قد ينتج قد ينتج مش نفية على طول يعني يمقل على قولتهم وزمان يمقل إيه ويمقل لا زوال واندثار زوال واندثار ترادف إن محى وغاب أيضا ترادف زلزال وهدم الزلزال يؤدي إلى الهدم سقف وسقط ما يحدث للشيء السقف سقط فرض وجماعة الفرض جزء من الجماعة إذن العلاقة هنا علاقة ترادف اندثار الشيء زواله وغاب وانمحى بمعنى غابة ترادف زوال واندثار نفس الشيء نفس المعنى ترادف وارتقاء وصعود صعدة يعني ارتقاء استماع وتحدث استماع انتوا بتسمعوا حدث أنا باتحدث التحدث يحتاج إلى استماع طالما بتكلم أنا منتظر منكم هم سمعيني عشان تفهم ابتكار وتقليد عكس بعض إنسان مبتكر وإنسان قاعد يجلد ابتكار وتقليد تضاد هدوء وضوضاء عكس بعض يبقى زوال واندثار ترادف ارتقاء وصعود أيضا ترادف زوال واندثار ترادف وظلم وجور أيضا ترادف يبقى اندصر الشيء يعني زالة ترادف جور يعني ظلم اشتباك وانفصال عكس بعض سكينة وجنون ما لها علاقة أصلا زلزال يؤدي إلى هدم إذن العلاقة هنا ترادف زوال واندثار ترادف سابع وثامن العلاقة هنا تتابع سابع ثامن ثامن هنا يعني الشيء يتبعونك سبعة يجب بعدها ثمانية وضوء وضوء وصلاة الوضوء يتبعها الصلاة الوضوء بيجي بعد الصلاة يبقى السابع يجي بعد الثامن والوضوء يجي بعد الصلاة تدريب وإتقان تدريب ينتج عنه إتقان لما تتدربي بعدك يحدث الثاني ثامس ورابع هذه تتابع بس معكوس تشوف رابع يجي بعدها خامس معكوس أماني بها طفل وراجل علاقة مرحلية الطفل في مرحلة بعدك يحس الرجاء يب سابع يتبعه ثامن وضوء يتبعه صلاة ساعة ودقيقة العلاقة هنا جزء من كل لكن معكوس يعني نبدأ من كذا معكوس يعني نبدأ من إليس الدقيقة جزء من الساعة والعقد جزء من القرن العقد عشر سنوات في القرن متعة دقيقة جزء من الساعة والعقد جزء من القرن قامر وليل قامر زمانه في الليل والعنق العقد يحيط بالعنق خاتم ذهب الخاتم مصنوع من الذهب إذن العلاقة هنا جزء من كل معكوس الدقيقة جزء من الساعة والعقد جزء من القرن دقيقه ساعة الدقيقة جزء من الساعة والعقد جزء من القرن ساعة وقت ساعة وقت الوقت جزء من الساعة ساعة وقت وظيفة الساعة معرفة الوقت ووظيفة الثلاجة تبريد يبا الساعة ووظيفتها معرفة الوقت والثلاجة ووظيفتها التبريد ووظيفة الساعة حديد الوقت ووظيفة الثلاجة التبريد مواصلات وسيارة السيارة نوع من المواصلات طائرة ومحرك الطائرة لها محرك زمن ولحظة اللحظة تزء من الزمن بل علاقة هنا وظيفية وظيفة الساعة واشه بديد الوقت وظيفة السلاج واشه تبريد سبت واثنين تتابع بس تتابع ايش فيه فرق بينه متفاوت يعني سبت احد اثنين فيه احد في النص ثمسة ستة سبعة فيه هنا ستة في النص يعني فيه رقم في النص هنا وفيه يروح حاجة في النص هنا يبقى يسموها تتابع متفاوت تتابع متفاوت يبقى سبت يتبعها احد اثنين خمسة يتبعها ستة سبعة لكن محرم وصفر واربعض على طول ثلاثة عشر بعيد عن بعض ذو الحجة وزوغ بعدها مختلفين سبورة تباشير سبورة سبورة وتباشير سبورة تحتاج إلى تباشير واربعض على قلم سبورة تحتاج إلى تباشير سبورة وتباشير واربعض على قلم تحتاج إلى قلم ساعة ووقت وظيفة الساعة تحدد الوقت كتابة كتابة ومحو كتابة ومحو كتابة ومحو عكس بعض أنا بكتب وممسح بكتب وممسح كتابة وتصفح الكتاب يحدث له تصفح بنصف على الصفحة كذا يبقى السبورة تحتاج إلى تباشير والوارقة تحتاج إلى قلم ستائر أنافذة ستائر أنافذة الستائر تغطي النافذة ستائر تغطي النافذة والجراب يغطي الجوال أنت بسبب الجوال ستائر يبقى الستائر تغطي النافذة والجراب يغطي الجوال ستائر تغطي النافذة والجراب يغطي الجوال زجاج وبرواز البرواز مصنوع من الزجاج والباب جزء من الغرفة بس تائر تغطي النافذة والجراب والجراب يغطي الجوال الباب جزء من الغرفة الغلاف جزء من الكتاب سجن وجريمة الجريمة ينتج عنها سجن يبقى الجريمة ينتج عنها سجن والمخالفة ينتج عنها غرامة هل القطن ينتج عن نسيج؟ لا ده القطن يحتاج إلى نسيج هل الفراشة ينتج عنها وراء يارقة؟ لا ده اليارقة بعد مرحلة تصير فراشة ملاك ورحمة العلاقة بينهم ترادف الملاك يتصف بالرحمة يبقى الجريمة ينتج عنها سجن والمخالفة ينتج عنها غرامة سحاب مطر سحاب مطر السحاب يعطي المطر والأشجار تعطي الظل أو السحاب ينتج عنها مطر والأشجار ينتج عنها ظل أو مصدر المطر السحاب ومصدر الظل للأشجار يا شطار اشتياج وأمن اشتياج وأمن اشتياج وأمن يعني الإنسان يحتاج للأمن رياح وضباب تلفين عن بعض كتابة ووظيفة برضو ما فيش أي علاقة هنا يبقى العلاقة هنا تعطي أو يعطي السحاب يعطي المطر والأشجار تعطي الظل سرعة وحادث السرعة ينتج عنها حادث والسيل ينتج عنه غرق الانتهاء اجتهاد يؤدي إلى إنجاز مش ينتج عنهم ونحظ معنا اجتهاد وإنجاز هنا العلاقة اجتهاد وإنجاز العلاقة يؤدي إلى وشيء سلبي سجية وصفة السجية وصفة ترادف ذهاب وإياب ترادف إذا العلاقة هنا يؤدي إلى أو ينتج عنه بس شيء سلبي السرعة ينتج عنها حادث والحادث شيء سلبي والسيل ينتج عنه غرق والغرق شيء سلبي سرقة وليص وظيفة اللص السرقة ووظيفة الفلاح الزراعة لكن وظيفة العامل العامل ده العامل وظيفته العمل السكان ووظيفتهم المنزل مكان السكان في المنزل هل وظيفة الكلب النباح لا ده صوت الكلب نباح باح باح يبقى وظيفة اللص السرقة ووظيفة الفلاح الزراعة سرور وجذل ترادف نفس المعنى وبوض وحقد أيضا نفس المعنى طحكة تؤدي الابتسامة حب وعشق الحب يؤدي للعشق لأن الحب هذه درجة والدرجة اللي بعد الحب العشق خميس تتابع معكوس ثلاثاء أربعة خميس تتابع معكوس وفيه فرق بينهم تتابع فمتفرق معكوس سعادة وشقاء فمنهم شقي وسعيد كلمة وعكسها تقدم وتأخر أيضا تضاد كره وبغض كره وبغض كلمة وعكسها كره وبغض عكس بعض لا معذرة كره وبغض ترادف يعني نفس المعنى بكره في لام ببغض ابتسامة تؤدي إلى القبول ابتسامة تؤدي إلى القبول حديث باللطافة الحديث يتصف باللطافة إذن سعادة التصف بالشقاوة والتأخر يتصف بالتقل وتقدم التأخر عكس بعض سفر وترويح السفر ينتج عنه ترويح والهدر ينتج عنه جفاف جهاز جهاز وتصليح الجهاز يحتاج إلى تصليح ورق وتصوير الورق يستخدم في التصوير رطب وتمر علاقة مرحلية إذن العناقة ينتج عن السفر ينتج عنه ترويح والهدر ينتج عنه جفاف الهدر يا جماعة اللي هو الإنسان المريض بيعرق واجد بيعرق واجد يعني يعرق وما بيأكله ليشرب فيحصل فيه هدر هدر يعني هدر اللي تقف الجسم يعني ترويح يعني وناسا الصفر يعني يستأنس الإنسان لما ترويح يعني أريحنا بها يا بلال يعني يتريح الواحد ترويح من كلمة أريحنا يعني ريحنا فالصفر يريح النفس ترويح وناسا يعني سفن وماء مكان السفينة في الماء ومكان الجمال في السحراء محطات وقطار القطار يقف في المحطات شوارع وسيارات السيارات تمشي في الشوارع بقرة وحظيرة ومكان البقرة في الحظيرة إذن العلاقة مكانية هنا سفن مكانها في الماء والجمال مكانها في الصحراء نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته